من بغداد ينضم إلينا مراسل الغد محمد فاضل إذن محمد ضعنا في تفاصيل أحداث بغداد اليوم وكذلك الاحتجاجات في المحافظات التي شهدت احتجاجات اليوم في العراق إذا ما حصل أنه عند الساعة السابعة صباحا كان هناك صدامات ما بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين القوات الأمنية تقدمت نحو نفق التحرير استطاعت الوصول إلى منطقة قريبة من نفق التحرير لكنها تراجعت مرة أخرى بعد صدامات مع المتظاهرين أطلقت القنابل المسيلة للدموع وأطلقت القنابل الصوتية هناك أنباء تضاربات طبعا هناك مصادر تؤكد بوقوع أربع قتلى وأيضا إصابة خمسة وخمسين شخص بجراح لكن ظهر قائد عمليات بغداد وقال بأنه لم تسجل أي حالة من الوفيات في مستشفيات بغداد اليوم الأنباء بدت متضاربة في بغداد حول ما حدث هدأت طبعا الصدمات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن منذ الساعة الخامسة عصرا وتحديدا عند بدء مباراة كرة القدم بين العراق وإيران في محافظات الوسط وجنوب ما زال الإضراب العام تقريبا هو من يسود المشهد هناك هناك حالة من عدم الاستمرارية في الدوام خصوصا بالنسبة للطلبة في الجامعات وفي المدارس الأخرى إضافة إلى بعض الوحدات الحكومية التي ما تزال حتى اللحظة يعني مغلقة أو أغلقت من قبل المتظاهري ما زال المتظاهرون متواجدين في ساحات الاعتصام في بغداد أيضا نعود إلى بغداد في بغداد كان هناك تواجد كبير لساحة التحرير بعد انتهاء هذه المباراة مباراة العراق وإيران بدأت الأفراح يعني في شوارع بغداد ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة الأفراح هم فرحون بهذا الفوز الذي يعتبرونه فوز معنوي إضافة إلى ذلك الغريب هو أن القوات الأمنية تحتفل مع أيضا المتظاهرين الذين كانوا يتصادمون فيما بينهم قبل حوالي ساعات من الآن شكرا جزيلا لك مراسل غد محمد فاضل كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك